الايام اللي فاتت انا سمعت عرض للموسوع اللي انا عملتها باسم ناصر 67 هزيمة الهزيمة ودي الحياة فيها محاضر مجلس الوزراء واللجنة التنفيذية العليا وغيرها طبعا على طريقة ولا تقربوا الصلاة احد الزملاء الاعلامين بيمسك محاضر مجلس الوزراء وكلام عبد الناصر ويخذه بطريقة البتر لا عبد الناصر عندما كاشف الجمهور وكاشف مجلس الوزراء وكاشف اللجنة التنفيذية الاتحاد الاشتراك العربي بالواقع المرير بعد 67 انما كان هدفه هو العلاج ومواجهة اي انحراف والتأكيد على انه نهج التجربة فالخطأ في التصريح كان موجود ده نظام كان دايما بيطور نفسه ودايما بالعالج اخطائه ودايما بالراجع نفسه فيه تجارب ممكن تبقى ما حققتش النتائج يراجعها عبد الناصر فيه ناس ما بتقومش بدورها يحدسهم عبد الناصر فيه ناس كان الخوف متملكة ده كان بيقول انه حتى هيكل احيانا لما كان يعني بعض الامور يريد التطرق يا كان عنده حالة من الخوف رغم ان انا كنت تسنده وكنت اقف معاه لانه فيه ناس فيه ناس كما فيه كل عصر وكل زبان فيه ناس بتضرب من تحت وفيه ناس بتتآمر من تحت ده طبيعي بيعصل في المجتمعات لما بيعرفوا القائد ما بيسكتش عليه وده اللي عمله جمال عبد الناصر يمكن تطرق الى الافلام اللي كانوا قال عليها جنسية في هذا الوقت زميننا الالمي وكلم على برضو طريقة ولا تقربه الصلاة وانا جبت جزء من هذا المحضر فيما يتعلق بهذا الكلام اللي اصار الكلام ده دكتور حلمي مراد وقال ان احنا الموضوع الاخير خاص بالافلام مرة اخرى فيه فيلم الان موجود من الافلام اللي كنا انتقدناها قبل كده موجود في سينما رمسيس عبد الناصر قال له اسمه ايه حلمي مراد قال له اسمه القلب المرح وده فيلم فرنسي فيلم عبارة عن مغامرة جنسية ليس له اي معنى غيره هذا قال عبد الناصر انت رحتو حلمي مراد قال رحتو يا فندم عبد الناصر ضحك وقال حلمي مراد ترجع مرة اخرى وتقول يبقى فيه تدقيق وينتقد فيه اولاد صغرى مش بس فوق ال 16 سنة عبد الناصر قال ما احنا حنشوف التقرير بتاعك النهاردة اظن كانت فيه حاجة قال صارت عكاشة السن رفع يا فندم الى 21 سنة من لجنة الخدمات في البرلمان هم دول يشوفوا الافلام عبد الناصر قال انا عندي اه اه انا عندي اه حد محتاج على هذا الرد بيقول لي تخلوا الجندية 18 سنة وهنا بيقولوا 21 سنة صارت عكاشة قال الحاجة التانية هذه الافلام تحال الى لجنة مكونة من 7 اشخاص عبد الناصر قال وانا عندي اختراح نعمل هذه الافلام فوق الخمسين ضحك الجميع قال صارت عكاشة يبدو السيد وزير التربية والتعليم سريع الاستثارة يعني قال عبد الناصر هو انت عندك كم سنة قال حلم امرها 49 سنة قال عبد الناصر يعني جربت قربت الافلام الممنوعة قال صارت عكاشة بقول يا فندم الامزجة تتراوح يعني ما نقدرش نقول هذا الفيلم يمنع او لا يمنع رفعنا السن الواحد وعشرين سنة عندنا لجنة من سبع على رأسهم الدكتور الساعاتي بتاع علم الاجتماع والدكتور زاوة بتاع علم النفس والسيدة امينة السعيد وغيرهم من كبار الشخصيات وقرأوا هذا الفيلم وكان معروض قبل كده ووقفوا بعد الهجوم من البرلمان واللجنة اقرته بعد حسف مشاهدته واذا كان السيد وزير التربية التعليم عايز يشيل الفيلم نشيله وفيه ناس عايزة تشوف افلام كويسة الفيلم مش جنسي يعني الفيلم مفهوش عملية جنسية وهو فيه اطار خفيف لطيف ومش شايف انه فيه اطار عبد الناصر قال انا شفت الفيلم ده ما قدرتش اكمله قال له صارت عكاشة من ناحية ايه فاندم انه ايه يعني قال عبد الناصر لا ما اردتش ان انا اكمل الفيلم وعرفت يعني الموضوع منتهي وما قدرتش اقعد فيه حوالي تلت ساعة طبعا كلام عبد الناصر ونقاشه مع هذه المجموعة بيقول ان دي يعني ما هاش افلام جنسية وان احنا خدنا اجراءات ضد اي فيلم ينزل انه ما حدش ادخله الا واحد وعشرين سنة وقصة الفيلم انه واحد كان بيحبه واحدة ومش اعرف رحلها فين ده الكلام عبد الناصر لم يكن ابدا ضد حرية الابداع الملتزم بالقيم الاخلاقية عبد الناصر كان يترفع في خطابه السياسي والاعلامي عبد الناصر كان دائما يناقش بعض الظواهر اللي موجودة في المجتمع بحرية ويواجه الم يقل عبد الناصر لبعض المحاطين به ان انتو لو نزلتوا في الشارع الناس هتضربكم بالاحدة الم يقل ذلك الم يقل عبد الناصر ان انا بالجأ الى التغيير لان في ناس بالفعل لا تستحق ان تكون في هذا المكان عبد الناصر قال الكلام ده مش بعد ما مشي عبد الناصر قال الكلام ده وهو موجود بالاساس في مكانه كرئيس الجمهورية ولكنه كان يسعى الى التغيير احنا لما نشرنا هذه المحاضر لختم الدكتورة هدى عبد الناصر كان الهدف ان يعرف الناس ما كان يدور خلف السطار وما كان يدور خلف السطار هو يحسب لعبد الناصر وليس عليه كونوا بيعدل في الاستراتيجية وبيعدل في القوانين وبيعدل في الرؤية ويرى ضرورة وجود معارضة ووجود رأي ورأي اخر هذا يحسب لعبد الناصر وليس ضده فلا يجب ان احنا تناول الكلام على طريقة ولا تقربه ولا تقربه الصلاة ولا يجب بالفعل ان احنا نسعى الى تشويه زعيم جمال عبد الناصر اللي خرج في جلسته ملايين البشر وظلوا ولا يزالوا حتى اليوم يكنونا كل التقدير للزعيم الخالد جمال عبد الناصر